تأخر إعلان مؤشرات الفقر الجديدة في المملكة أثار ردود فعل بين الأوساط الاقتصادية ومجلس النوابة في وقت أكدت دائرة الإحصاءات العامة الانتهاء من إجراء الدراسة فيما أعلنت الحكومة أن البيانات قيد التدقيق لوضع خطط لمساعدة الأسر الفقيرة أثار تأخر الحكومة عن إعلان مؤشرات الفقر الجديدة في المملكة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة للمواطن التي تتطلب اتخاذ إجراءات حكومية جادة تساعدهم على مواجهة هذه الظروف آخر أرقام الفقر الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة كانت في العام 2010 والتي أظهرت أن نسبة الفقر تبلغ 14.14% وخط الفقر يبلغ 813 دينارا للفرد مختصون حذروا من آثار تأخير الحكومة إعلان بيانات الفقر على رسم السياسات الاقتصادية وتحديد مستويات الأجور للأسف الشديد لم تصدر أرقام أحدث من ذلك وبالتالي هذا بأثر سلبا على المخططين صناع السياسات على المراقبين من أعضاء مجلس النواب والأعيان وأساسات المجتمع المدني والإعلاميين والباحثين اللي بحاول يحلل ويفهموا ديناميات التحولات الاجتماعية واقتصادية في الاقتصاد الأردني كيف يبدو يقيسوا التفاوت الاجتماعي كيف يقيسوا الطبقات الاجتماعية واتجاهات الدخل عندها واتجاهات الإنفاق عندها هذا إلو أثر كبير على مستويات الأجور كيف نحددها على أثر السياسات الاقتصادية على الطبقات الاجتماعية المختلفة وكيف يتأثر في هذا الجانب مجلس النواب أثار تأخير إعلان بيانات الفقر في جلسة الرقابية وطالبت النائب ديمة طهبوب الحكومة بيان معايير تعريف وتحديد الطبقات الاجتماعية وأمهلت الحكومة أسبوعين لإعلانها في حين جاء رد الحكومة على لسان رئيس الوزراء أن دراسات الفقر تخضع حاليا للتحليل تمهيدا لإعلانها في غضون أسبوعين نحن واجبنا كحكومة وضع سياسات تعالج هذه التحديات أكان في مستوى الدخل أكان في فرص العمل أكان في الصحة والتعليم والمؤشرات الأخرى للفقر فما نعمل عليه بشكل حثيث هو إنجاز هذه الدراسة وبالتأكيد ستكون هذه الدراسة موجودة خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر لأنها مسودتها موجودة معنا ونحلل فيها وسيرافقها أيضا إعلان عن الخطوات اللي بنا نعملها لمساعدة أسرنا الفقيرة وتبقى آمال المهتمين بمؤشرات الفقر معلقة على الوعود الحكومية التي تكررت خلال الأشهر السابقة بإعلانها خلال أسبوعين وإعلان خططها لمساعدة الأسر الفقيرة